هو المنتخب البرزيلي أقوى تشكيلتين في البطولة بس المنتخب الإنجليزي لا يستهان به المنتخب الأسباني اللي إن شاء الله يخرج على عيد المنتخب المغربي ولولا قدر الله خرج المنتخب المغربي وفازت أسبانيا فأسبانيا هتروح برضو النقطة بعيدة بس إن شاء الله المنتخب المغربي يعمل مفاجأة كبيرة المنتخب الأسباني دمه تقيد بشكل على أي منافس فرقة مسكة كورة التسعين دقيقة وبعدين أصليا مش كنت المنتخب الأسباني في إيه ده لما يواجه المنتخب المغرب عشان بس ساعتها ما تقولوش المنتخب المغرب عمل مباراة وحش اللي قدر الله يعني المنتخب الأسباني هو مش في نديلك فرصة فنية وتكتكية هضغط عالي عليه هيعرف يطلع بالكورة ويعمل هجمات خطيرة جدا طيب هستنى وراء هيفضل يبني في اللعب وفي الكورة لحد ما يفك تفاعي ويعرف يوصل للمرم معقد جدا منتخب صعب جدا وبالمناسبة تصريحات لليونيل ميسي مبارح قال فيها كده لما سألوه ايه هو أقوى منتخب أو أصعى منتخب في كاس العالم قال لهم المنتخب الأسباني لليونيل ميسي قال لهم المنتخب الأسباني عشان صعب انك تاخد منه كورة صعب انك تعامل معاتك تكاونه في النهام في المرم صعب جدا عشان كده مهمة صاقيلة جدا على المنتخب المغربي اللي في رأي سيء الحظ هو قم بيستني ألمانيا ممكن اليابان فجأة لقى نفسه تجيبولي أسبانيا يعني أسبانيا حبكت تخسر آخر المباراة ولقيها في المركز الثاني فالموضوع صعب جدا ان شاء الله يعدي على المنتخب المغربي